بسم الله الرحمن الرحيم هنكلم النهاردة عن الطرق الكونفينشن الطرق البسيطة في حساب الديبريشيشن فعندين هنا هو اول طريقة اللي هي طريقة الستريت لاين ستريت لاين ديبريشيشن معناه او بسموها طريقة القسط السابت في عندي دي لهالإنيشالكوست او سميها بي سعر البيع بتاع المعدة وفيه سالفش فاليو لو انت خدت سعر بيع المعدة وطرحت منه سالفش فاليو واسمته على العمر الافتراضي بتاع المعدة هتديني قسط الاهلاك السنوي وهذا القسط قسط السنوي ثابت ما فيهش فيه اي مشكلة يبقى البي او البوك فاليو عبارة عن القيمة بتاعت الاصل ناقص الاهلاك اللي بيحصل فيه كل سنة والاهلاك ده ثابت تعالوا مع بعض نشوف مسألة بسيطة بيقولك فيه مكان عندي بتعيش تن يير يبقى الان بتاعتك بكامية دكتور بعشرة and الورث at the end of the useful year in terms of scrubbing المعدة اللي عندي تمنها الانيشل كوست مليون يبقى المعدة عندي تمنها مليون لكن بتتبع في الاخر بمئة الف يبقى لو انا قلت مليون ناقص مئة الف لو يعني تسعمية الف اسمتها على عشر سنين يطلع القسط السابت بتاع المعدة في هذه الحالة اللي هو يطلع تسعين الف كأن قيمة المعدة بتتناقص سنويا بمقدار تسعين الف تعالوا نشوف الكلام ده نعمله في تيبل ازاي الانيشل كوست اللي عندي اللي هي عبارة عن مليون يبقى أنا عندي زيرو مفيش في مشكلة البوك فاليو المعدة بتكتب عندي بقيمة مليون لسه شريه وبعدين اهلكت بمقدار مليون ناقص السالفج فاليو اللي هو الميت الف على عشر سنين يطلع القسط بتاعي تسعين الف يبقى لما تهلك بتسعين الف وهي اصلا بمليون يبقى تسعمية وعشرة الف قيمة المعدة في السنة الاولى تكتب في الدفاتر اصبحت قيمتها مهاش مليون اصبحت قيمتها تسعمية وعشرين الف ثم تتناقص في السنة التانية تسعين الف اصبحت قيمتها تمنمية وعشرين الف ثم تتناقص تسعين الف وهكذا لحد ما تطلع قيمتها في الآخر السالفج فاليو المحددة في البداية اللي هي ميت الف يبقى انت جبت حاجة اسمها قسط الاهلاك وحاجة اسمها القيمة المحاسبية او القيمة الدفترية للمعدة في نهاية العمر العمر اللي عندي وده باستخدام الاستريت لاين ميسود برضو اكزامبل بسيط كده هوت لو الانيشال كوس بتاعة مكنة عبارة عن 3650 وكان بي ديبريشييتد أوفر ريكاوري هتستخدم سبع سنوات افدى صالفج فاليو عبارة عن 500 وفي الحالة دي اتحط لي لو سمحت قسط الاهلاك الانيوال ديبريشييشن شارج and different book value والقيمة الدفترية هجيب قسط الاهلاك اللي عندي مين يقول لي ها قيمتها 3650 ناقص السالفج فاليو 500 اسمي كلاند على سبعة يطلع القسط اللي عندي وروح عامل تيبول بتاعك القسط 450 المعدة في البداية 3650 تنقص 450 يبقى 3750 تنقص 450 يبقى 2750 وهكذا لحد ما توصل في الآخر قيمة السالفج فاليو تشك لك انك انت ماشي صح يبقى قسط الاهلاك اللي هو 450 القيمة الدفترية للمعدة في السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة لحد السنة السبعة بهذا الشكل يبقى مقارنة بسيطة ما بين الstraight line الstraight line القسط سابت رقم سابت رقم سابت رقم سابت رقم سابت لحد ما توصل للسالفج فاليو اللي عندك يبقى البوك فاليو للقيمة بتاعة الدفترية والإنب خمسة ويقدر تناقص الأصل حد ما يوصل عندك بهذا الشكل ده شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته